كمن يكتب على باب محله في أثناء استراحة الغداء مغلق سنعود بعد قليل مشفى حكومي في دمشق بطريقة مشابهة يغلق أبوابه بوجه مرضاه قائلاً لهم مغلق حتى إشعار آخر وذلك لعدم وجود أطباء لدينا نيران صديقة أطلقتها صحيفة الوطن الموالية صوبتها على ما يجري للمرة الأولى بحسب وصفها في مشفى التوليد الجامعي وأمراض النساء في دمشق حيث ذكرت أن المشفى قد أغلق أبوابه لأربعة أيام قابلة للتمديد بوجه جميع الحالات المرضية والإسعافية القادمة إليه وذلك بسبب نقص أطباء التخدير فيه من دون أي تحرك مسؤول يذكر أو تدخل إسعافي عاجل بحسب ما ذكرت الصحيفة مصدر مسؤول من داخل المشفى أقر أنه حاليا لا وجود لأطباء التخدير إذ يقتصر عددهم على طبيب تخدير واحد لتغطية جميع الحالات بالإضافة إلى بضعة طلاب من سنوات الاختصاص الأولى لافتا إلى أن المشفى اليوم لا يستقبل أي تحالات جديدة وهو الذي كان يستقبل أكثر من مئة حالة يومياً اعتراف آخر كانت قد أدلت به رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء زبيدة شموت عن الاستنزاف الذي تشهده بعض المشافي الحكومية في أعداد أطباء التخدير على وجه الخصوص كحال مشفى التوليد والزهراوي الذين اعتمدا في الفترة الأخيرة على الأطباء المناوبين من مشافي المواساة والأسد الجامعي مشيرة إلى أنه في الوقت الراهن لا يوجد في سوريا سوى 500 طبيب تخدير في كل المشافي العامة والخاصة أرقام مفزعة تطرح معها العديد من التساؤلات حول أسباب هجرة أطباء التخدير من المشافي في مناطق سيطرة النظام وما خطورة ذلك على الخدمات الطبية المقدمة لا سيما بما يتعلق بإمكانية إجراء العمليات الجراحية في المستقبل القريب جدا